بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درس الأسماء الموصولة المشتركة كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الأسماء الموصولة النص أو الخاصة واليوم نتحدث عن الأسماء الموصولة المشتركة التي تستخدم للمفرد للمثنى للجمع للمذكر للمؤنث باللفظ نفسه فما هي الأسماء الموصولة المشتركة؟ هو الإسم الذي لا يختص بنوع معين أو عدد معين وإنما يصلح للواحد وغير الواحد دون أن تتغير صيغته وهم ستة من مش من من وما وقال بمعنى الذي وذو الطائية وذا وأي وإليك با يعنها أولا من هي اسم موصول مبني على السكون قد تكون بمعنى الذي بمعنى الذين بمعنى الذين بمعنى اللات مفرد مثلنا جمع مذكر مؤنث وهي في الغالب أنها تكون للعاقل أو للعالم قال قول الله تعالى ومن عنده علم الكتاب فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي الذي عنده علم الكتاب وقد تأتي الأغلب في من بمعنى الذي أن تستخدم للعاقل وقد تأتي لغير العاقل في ثلاثة أو في ثلاث مسائل قد تأتي لغير العاقل في ثلاث مسائل أولا أن ينزل العاقل أن ينزل أولا أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل يعني نتعامل مع غير العاقل كأنه عاقل نخاطبه نحدثه ننادي عليه وذلك كقول الشاعر أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيره الرجل هنا أو الشاعر ينادي أسرب القطى يعني أسرب القطى والقطى نوع من الطيور يقول له أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيره فهو يخاطب الطيور في السماء أنزلها منزلة العاقل الذي يجيبه ويناديه فهنا في هذه الحالة يجوز جوازا وكذلك قول الشاعر ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعن من كان في العصر الخالي فهنا يخاطب الشاعر الأطلال وهي بقايا البيوت القديمة المهدمة ويقول وهل يعن من كان في العمر الخالي من هنا بمعنى الذي وتعود على الأطلال والأطلال غير عاقل لماذا خاطبها بمن للعاقل معنى غير العاقل لأنه تفاعل في الموقف بعد أن رأى أطلال بيته القديم فخاطبه كأنه شخص حادثه ويكلم الحالة التالية الثانية التي يجوز فيها أن تستخدم من لغير العاقل أن يجتمع العاقل مع غير العاقل في الكلام الذي انصبت ووقعت عليه من ومنها قول الله تعالى ومنهم من يمشي على رجلين من الذي يمشي على رجلين الأصل هو الإنسان ولكن هناك بعض الدواج تسير وتمشي على رجلين أيضاً فهنا عندما اجتمع العاقل مع غير العاقل في الكلام الذي وقعت عليه من هنا جاز أن يدخل العاقل وغير العاقل في نفس الكلام الحالة الثالثة والأخيرة التي يجوز فيها أن تستخدم من لغير العاقل إذا اخترنا العاقل مع غير العاقل في كلام عام ثم فصل بمن ثم فصل بماذا بمن ثم فصل بمن كقول الله تعالى والله خلق كل دابة مما هذا إيه كلام عام ثم بدأ يفصل اخترنا العاقل مع غير العاقل في كلام عام والله خلق كل دابة مما كل دابة الدابة هي كل ما يدب على الأرض عاقلاً أو غير عاقل ثم فصلت الآيات منهم ما يمشي على بطنه من هنا في الأساس في الأصل أنها تستخدم للعاقل ولكن من الذي يمشي على بطنه لا يمشي الإنسان على بطنه الذي يمشي على بطنه الزواحف فاستخدم معها من التي للعاقل لماذا لأنها دخلت في كلام عام عاقل وغير عاقل ثم فصل والله خلق كل دابة مما منهم ما يمشي على بطنه من هنا بدأت منهم من يمشي من هنا بدأت التفصيل ومن يمشي على أربع مع أن الذي يمشي على أربع هي الدواب أيضا هي الحيوانات فقط ولكن سبق الحديث في الآية عن كلام عام اختلط فيه العاقل وغير العاقل في قول الله تعالى والله خلق كل دابة لماذا هنا قلنا لاقتران العاقل مع غير العاقل في كلام عام وهو قول الله تعالى كل دابة النوع الثاني من الأسماء الموصولة المشتركة هي ماء الموصولة ليست منا فيها ماء الموصولة وهي اسم موصول مبني عن السكون والغالب فيها أنها تكون لغير العالم أو لغير العاقل لاثنين واحد لغير العاقل ومنها الغالب الأكثر هو أن تستخدمه لغير العاقل ومنها قول الله تعالى ما عندكم ينفد ما هنا اسم ووصول بمعنى الذي وهو لغير العاقل ما عندكم ينفد المان مهما كان عندك قد ينفد وينتهي ولكن أن الله سبحانه وتعالى باقي وقد تكون للعاقل كقول الله تعالى للعاقل إذا اختلط مع غيره أيضاً إذا اختلط مع غير العاقل قول الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات كل الذي في السماوات والأرض من مخلوقات حية وغير حية عاقل وغير عاقل كله يسبح لله سبحانه وتعالى فلفظة ما هنا تتناول الإنس والجن والملائكة والحيوانات والجماد فاختلط العاقل مع غير العاقل يجوز أن تستخدم ما للاثنين معاً وقد تستخدم للعاقل في حالات نادرة وقليلة كقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما هنا تعود على النساء وهي في الغالب تستخدم لغير العاقل ولكنها استخدمت مع العاقل هنا لماذا؟ هنا وهما النساء النساء من أصناف العقلاء ولكن استخدمت معها ما هنا قليلة وكذلك قد تستخدم ما للمبهم للشيء المبهم أمره وقد تقول وقد رأيت شبحاً من بعيد لا تتيقن من هو أو ما هو بالضبط فتقول انظر ما ظهر أو انظر إلى ما ظهر قد يكون شخصاً وقد يكون غير شخصاً النوع الثالث أو الأداة الثالثة التي تستخدم اسماً موصولاً مشتركاً هي أي أي وهي لتستخدم بلا تمييز بلا تفضيل للعاقل عغير العاقل تستخدم للعاقل وغيره كقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل لو حذفنا أيهم وقلنا فسلم على الذين هم أفضلوا معنى صحيح فهنا اسم منصول مشترك بمعنى الذين وكلمة أي الوحيدة من الأسماء الموصولة المشتركة التي تكون معربة لماذا؟ لأنها دائماً ملازمة للإضافة والإضافة من خصائص الأسماء وليست من خصائص لا الحروف ولا الأفعال ومنها قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أيهم أشد على الرحمن عتيا فأيهم هنا اسم موصول مشترك ولكنه معرب وليس مبنياً الأداة الرابعة من الأدوات التي تعرب أو تستخدم اسماً موصولاً مشتركاً هي أل بمعنى الذي وليست أل التعريفية وتستخدم أيضاً للعاقل وغير العاقل وتستخدمه للعاقل وغير العاقل تقول أعجبني الكتاء الكاتب أي الذي كتب لو شرنا أل هنا وقلنا الذي كتب الموضوع يمشي المعنى يمشي وهي اسم موصول على أصح الأخوال اللي اختلف فيها النحا نحن نعطيك الخلاصة هي على الرأي المرجحة عند النحا هي اسم موصول مشترك وإعرابها يظهر آخر الصفة الصريحة المتصلة بها لكونها لكونه ما نزل منزلة الكلمة الواحدة هي والصفة الصريحة بعدها كلمة واحدة نقطة أريد أن أذكرها هنا أن ال ال هذه لا تدخل إلا لا تدخل إلا على الصفات الصريحة الصفات الصريحة إيه هي الصفات الصريحة زي اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة هكذا فقط هي لا تعد موصولا اسم موصول إذا دخلت على هذه الموصولة في هذه الحالة فقط ومن ذلك قول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات المصدقين اسم فاعل والمصدقات اسم فاعل فلو قلنا إن الذين تصدقوا وإن الله يتصدقنا المعنى يمشي صحيح والسقف المرفوع والبحر المسجور فالمرفوع اسم مفعول والمسجور اسم مفعول دخلت عليه آل هنا فهي اسم موصول في معنى الذي والمعنى والسقف الذي رفع والبحر الذي سجر فهنا نوضع نقول المصدقين اسم إن منصوب في الآية الأولى اسم إنه منصوب على متنصبه الياء والمرفوع هنا صفة مجرور علامة جرها الياء ظهرت العلامة العربية ليست على الحرف على أل الموصولة بل على نهاية الصفة الصريحة التي اتصلت بها أل بذلك الحد نقف عند الأسماء الموصولة المشتركة ولنا وعد بلقاء في الحديث عن بقية الأسماء الموصولة المشتركة فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر